غابت المواجهة المسلحة وحضر الاتفاق هكذا جاءت الأخبار القادمة من محافظة أبيان تقول المصادر أن لجنة وساطة من زعماء قبليين في المحافظة قادوا ورعوا الاتفاق الذي يقضي بانسحاب عناصر تنظيم القاعدة من مدينتي جعار وزنجبر خلال فترة أقصاها أسبوع ويجري تسليمها إلى مدراء الأمن في المدينتين بمعية شخصيات اجتماعية أخرى كما يسمح الاتفاق لقوات الجيس بدخول المدينتين وبسط الأمن فيهما وتسلم السلطات المحلية مهامها للمرة الأولى تشهد محافظة أبيان اتفاقا من هذا النوع يسهم في مغادرة عناصر التنظيم المدينة بطريقة سلمية وللمرة الأولى أيضا يدخل حيز التنفيذ فالمصادر ذاتها أكدت أن عناصر التنظيم بدأت بالانسحاب من بعض المرافق الحكومية وسلمت مقر السلطة المحلية التي سيطرت عليها منذ اكتوبر العام الماضي بينما ينص الاتفاق أيضا على التزام السلطات بعدم ملاحقة عناصر التنظيم من أبناء مناطق المحافظة الذين يفضلون البقاء على أن يمارس دورهم ضمن المحيط الاجتماعي ووفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار حدد الاتفاق مدن المغادرة لكنه لم يذكر الجهة التي ستتجه إليها العناصر ليبدو الاتفاق ناقصا يكتنفه الكثير من الغموض وأن تبقى تسع مديريات من أصل 11 مديرية هي قوام محافظة أبيان خارج سلطة الدولة فالأمر يستدعي الغرابة والتحذير لا التساؤل فقط نزف بشرة لأبناء وأهالي محافظة أبيان بشرة سارة وبهذه المناسبة هذه البشرة تتمثل في اتفاق اللجنة الأهلية التي شكلت من قبل ومهما جرى الحديث عن نجاح لجنة الوساطة التي قد تكون جنبت شعار وزنجبار مآلة معركة مؤجلة خصوصا بعد أن تحدثت مصادر عسكرية على أن حملة جديدة كان يجري الإعداد لها لخوض جولة من القتال ضد عناصر التنظيم الإرهابي الذي حول هذه المدينتين إلى مستودع خاص به إلا أنه ترك خطر هذه العناصر مفتوحا ويتهدد مناطق داخل أبيان وخارجها